سواء في القاهرة أبل الصفر أو خلال المعسكر أيضا الودي ومعسكر الاستعداد الخارجي في أسبانيا خلال الفترة المقبلة أخبار نجومنا نجوم الفريق الأول اكتمال الصفوف ووجود عدد من المصابين ما بين هذا الأمر وذاك بنسع دايما لتجهيز اللاعبين والقوة الضربة للفريق وأن الكل يكون موجود لأن ده زي ما قلنا أكتر من مرة بيدي أفضلية للجهاز الفني أمام أي منافس محليا أو دوليا كانوا بيديلوا الفرصة لأن تكون أمام بدائل كثيرة فنية واختيارات والاستفادة بحجم النجوم والأسماء الكثيرة جدا المميزة الموجودة واللي تم التعاقد معها خلال الفترة اللي فاتت فضلا عن النجوم المتواجدين في صفوف الفريق خلال السنوات الماضية كل ما كنا قادرين على تجهيز الفريق وخلو القائمة من الإصابات ده بيدي أفضلية للجهاز الفني وقدرات فنية وتفوق فني في مواجهة أي منافس لأنه بيدي اختيارات كثيرة جدا وبدائل تناسب كل مباراة وظروف كل مباراة فنيا وطريقة لعب المنافسين سواء في المنافسات المحلية أو الدولية بيخضع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي لفحص طبي مساء اليوم الثلاثاء قبل انطلاق تدريب الفريق لتحديد فرص مشاركته في الميران الجماعي بعد الآلام اللي كان بيشعر بها وكانت شكوى اللاعب من الشعور بالألم في القدم نتيجة تعرضه لكدمة خلال ميران الفريق الذي يقيم مساء الاثنين وغادر طبعا التدريب بعد الإصابة واحد من نجوم دفاع الفريق أحمد علاء وبيؤدي الأهلي طبعا تدريبه مساء اليوم على ملعب التتش في ختام الاستعدادات لخوض المباراة الودية غدا الأربعاء إن شاء الله قبل المباراة اللي هتنطلق كمان خارج مصر وفي أوروبا أو في أسبانيا تحديدا خلال المعسكر الخارجي لإعداد الفريق ومن النجوم المؤثرين جدا لنحنا بنتمنى كلنا أنهم يرجعوا بقوة لأنهم من الإضافات المؤثرة في الملعب سواء للنادي الأهلي أو منتخب مصر في ظل وجوده في بعض الفترات وبعض البطولات مع المنتخب الأول منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نجم هجوم الفريق مؤمن زكريا اللي بينتظم إن شاء الله خلال أسبوع بعد تعافيه من الإصابة وبرنامجه العلاجي والتأهيل اللي بينتظم في التدريبات الجماعية للفريق وإن شاء الله مؤمن كلنا عارفين قدراته الفنية ويركز مع الفريق بأفضل شكل ممكن ويستعيد عافيته فنيا وذهنيا وخططيا مع الفريق ويدخل في حالة من الانسجام والتناغم مع باقي زملائه ومع فكر الجهاز الفني في الفترة الجاية لأنه طبعا من الأوراق المهمة جدا الرابحة في صفوف النادي الأهلي واللي ممكن الاعتماد عليها بشكل كبير واللي لما بيكون في حالته أو في الطوب فورم فنيا وبدنيا بيكون من العوامل اللي بترجح كافة الفريق في أي لقاء مؤمن زكريا كان كمان تعرض لإصابة في الفترة اللي فاتت وهو دلوقتي الحمد لله في مرحلة أخيرة من مراحل التأهيل البدني ومراحل الاستشفاء بإذن الله يكون موجود خلال أسبوع على أقصى تقدير مع الفريق في التدريبات الجماعية وجراحة بالمنظار الاستكشافي على رجبة السلعاوي واحد من نجوم طبعا وامتداد للكابتن السلعاوي واحد من أشهر وأكبر نجوم كرة السلة في مصر وفي العالم العربي وقارة أفريقيا ابنه بيسير على نفس الخطأ وهو من نجوم النادي الأهلي في كرة السلة أحمد السلعاوي لعب الفريق الأول لكرة السلة طبعا كان تعرض لإصابة في الرجبة خلال الفترة اللي فاتت وقطع فيه الغدروف وبيغضع لجراحة طبعا بالمنظار أو جراحة استكشافية على الرجبة بيجريها الخبير طبعا البارز الدكتور أحمد عبد العزيز اللي بيجري هذه الجراحة من أجل الوقوف على مدى التقام الإصابة وقدرته على استكمال برنامجه في الفترة الجاية التأهيلي والعلاجي وعودته للملاعب في أقرب وقته وإن شاء الله يعود بقوة ليكون مع زملائه في مشوار المنافسات اللي بيأخذها الفريق الأول في النادي الأهلي لكرة السلة خلال الفترة المقبلة هنرجع للخبر الأول ونتابع هذا الخبر بمزيد من التفاصيل حيكون معنا بعد قليل من زملائنا من النادي الأهلي أحد مراسلين وأحد زملائنا اللي بيتابعوا الخبر بمزيد من التفاصيل وكل الكواليس الخاصة بالحدث المهم يعني بعد قليل حيكون معنا أحد زملائنا وأحد مراسلين قناة النادي الأهلي وحيشارك معنا هاتفيا ويطلع حضراتكو على تفاصيل أكثر عن هذا الحدث المهم اللي بيستضيفه النادي الأهلي اليوم 2 يوليو في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر بعد ما تكلمنا عن أحمد علاء ومؤمن زكريا وأيضا الجراحة الاستكشافية اللي بيغضى عليها للتأكد من موقفه الطبي حاليا ومدى قدرته قريبا أو مدى الزمني المقرر لعودته في أعرب وقت للملاعب واحد من نجوم الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي أحمد السلعوي حننتقل لتصريحات الكابتن أحمد ناجي الكابتن أحمد ناجي قبل ما نقول بس هو في حواره على قناة تايم سبورت تتكلم في كل الاتجاهات ورد على بعض المشككين أو بعض الاتهامات الموجهة له بالمسئولية عن تكرار أو كثرة الإصابات في صفوف منتخدنا الوطني الأول لكرة القادمة متحديدا فيما يتعلق بحراسة المرمى لأن دي المسئولية طبعا الفنية الكاملة للكابتن أحمد ناجي كابتن أحمد ناجي هو محاضر على المستوى الدولي له شأنه ومرموق ومعروف وقدراته وخبراته العملية والأكاديمية أعتقد أنها متميزة جدا بإجماع الأراء وتجاربه السابقة بتؤكد هذا الأمر كان معنا قريبا واحد من أشهر مدربي حراس المرمى في مصر للكابتن فكري صالح وقال أنه كان فيه استعانة متبادلة لما كان فيه الجهاز الفني ومدرب حراس مرمى منتخب مصر كان الكابتن ناجي في الوقت ده هو مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي كابتن فكري صالح وهو أيضا غني عن التعريف بإنجازاته والألقاب اللي شارك فيه تحقيقها وتاريخه الكبير وهو حاليا كمان بيشارك فيه أحداث وفيه محاضرات وفيه توعية خاصة بتأهيل حراس المرمى وتجهيز المواهب بأفضل شكل ممكن داخل وخارج مصر وأصبح من المحاضرين المتميزين قال أني كنت بثق بلا حدود في قدرات الكابتن أحمد ناجي وكنت بتبادل الأراء معاه ووصلوا بالتعاون معا إلى أفضل مستوى شفناه تحت قيادة الكابتن ناجي مدربا الحراس المرمى في النادي الأهلي للنجمع عصام الحضر يوصل لمستوى غير مسبوك في حراسة المرمى وأعتقد أنه وصل لمستوى بإجماع الأراء الكل في الوقت ده كان بيقول ده شغل كابتن أحمد ناجي والكل أشاد وعرف قدرات كابتن أحمد ناجي شكل واضح جدا لا يحتمل الجدل أو الخلاف في الفترة اللي تقلق فيها الكابتن عصام الحضري بهذا الشكل وتتوالى النجاحات والكابتن ناجي مشواره يستكمله سواء مع النادي الأهلي أو مع بعض الأندية الأخرى داخل أو خارج مصر ومع منتخبنا الوطني الأول في الرد على بعض الاتهامات أو بعض الاجتهادات غير الدقيقة أو الشائعات اللي دايما بتنتشر في أي مجتمع لو ما كناش بناخد بالأسباب أو بيتكلم المتخصص في الأمر وغير المتخصصين طبعا لما بيتكلموا في أي موضوع ده بيسبب مشاكل وأمور كثيرة جدا بعيدة عن الواقع كابتن ناجي بيقول أن الإصابات وقام باستعراض عدد إصابات نجومنا نجوم حراسة المرمى سواء من الأهلي أو الزمالك أو أي نادي آخر بيمثله من الحراس اللي بيمثله منتخبنا الوطني لكرة القدم وقام باستعراض هذه الإصابات وقال أنه على مدار مشوار يعني يمتد لسنوات كانت الإصابات طفيفة جدا لا تتعدى ثلاث أو أربع حالات وأنهم يكونوا متحين أمامه كمدارب الحراس المرمى وأمام الجهاز الفني لمواجهة أي أمر طارق لقدر الله في أي مباراة من المباريات وقال أنه جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخدنا الوطني الأول قال أنه عنده إرادة قوية جدا وعنده ثبات وطبعا يعني راضي تماما بقضاء الله عز وجل وقال أنه يعني بيتعامل مع الإصابة بروح طيبة جدا وعارف أنه ده ممكن يحصل أو قدر ممكن يقع على أي لعب وأنه بيتعامل مع ده باحترافية شديدة جدا وبثقة في أنه إن شاء الله هيرجع أفضل من الأول وقال كل الحراس عندي على نفس الدرجة من الأهمية وكلهم أنه لا ينظر كابتن ناجي لفكرة هذا الحارس من الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو أي حارس آخر كلهم بيمثلوا مصر في هذه البطولة أو في أي منافسات دولية أو في أي مشاركة لمنتخب مصر في أي بطولة سواء عربية أو أفريقية أو عالمية كابتن ناجي بس كان بيرده بيقول يا جماعة اللي بيشكك في القدرات يكون له حجة أو سبب منطقي أنه يتكلم لأنه بيقول أنا الحمد لله تاريخي واحد اثنين ثلاثة بالأرقام وهذه خبراتي وأنا كمحاضر مشهود لي بالكفاءة بكذا ووصلت لأرقام معينة من النجاحات مع الحراس سواء مع الأندية أو المنتخبات بيقول عشان كده اللي بيتكلم يا جماعة أو بيهاجمني يكون عنده سبب منطقي أو يكون عنده يعني بالأرقام ما يمكن أن يرد بيه على كلام الكابتن أحمد ناجي بيقول لا يمكن أن أهمل أي حارس موجود في المنتخب أو قال لا أهتم بنفس الدرجة بالأحمال التدريبية وقال ده تخصصه كمان كمحاضر دولي حاليا فيما يتعلق بالأحمال البدنية لحراس المرمى أو الأحمال التدريبية وقال محدش يا جماعة يتكلم أننا بنشتغل في المنتخب دون علم حقيقي أو كأننا مش عارفين يعني أحمال بدنية أو كيف نجهز اللاعبين أو الحراس كما ينبغي بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا الوطني في الفترة الجاية وفي حواراتنا القادمة في قناة الأهلي نتطرق لكل ما يطار النتائج اللي هي أكثر من رائعة خمس أهداف ولم يدخل مرمى المنتخب أي هدف فوز في ثلاث مباريات تسع نقاط من تسع نقاط بنسبة 100% ولكن فيه جدل في الشارع المصري وعلى مواقع تواصل الاجتماعي فيه انتقادات فنية الناس بتقول الأداء مش مقنع مش عجبنا الأداء مفيش الكرة الحلوة المعروفة عن منتخب مصري عندي أمور نتطفق أو نختلف عليها لكن في النهاية مطلوب من المنتخب أنه يستكمل مشواره يفوز باللقب إن شاء الله ويحقق هذه البطولة وبإذن الله يكونوا موفقين كل نجومنا في منتخب مصر ويتجاوزوا أي عيوب فنية أو قصور فني قد يكون ظهر في أي مباراة سابقة معنا على الهاتف زميلنا من داخل النادي الأهلي في مدينة نصر زميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي زميل عزيز فاروق صلاح أهلا بيك أهلا بيك وكل مشاهدينا سمعينك دلوقتي الزميل عزيز فاروق صلاح يريد تقول لنا تفاصيل أكتر عن هذه الشراكة بين النادي الأهلي